اشتركوا في القناة ومتخيط رفيع يفصل بين العبقرية والجنون سننقب في الماضي بحثاً عن اختراعات مهملة من زمن بعيد لنبعث فيها الحياة ونرى إن كان بوسعنا تغيير مجرى التاريخ سنعيد صناعة هذه الاختراعات من الأساس وسنخضعها للاختبار في الواقع ربما ينجح الأمر في بعض منها جيريمي ماكفيرسون مؤرخ هاون وخبير فني في المؤثرات الخاصة عمل في أفلام سينمائية مثل إكس مان وشيكاغو مات هونتر نرشار موهوب ومبتكر مختص في الحضائق الخلفية ونحن معاً مجدداء الاختراعات ما علاقة الطائرات والمراوح والحقائب الصاروخية بأشهر هواية شدوية ابتكاراني جنونيان من القرن العشرين انظروا إلى هذا داسر كبير يعطي مزلقتين دفعاً ابتكره عام ثمانية وأربعين المخترع الأمريكي هورس مورل أمريكي آخر اسمه جاتفريد مير توصل إلى هذه الفكرة الجنونية عام اثنين وستين مزالج تسيرها محركات صاروخية من يحتاج إلى تلال حين يكون مزوداً بدفع متطور ينطلق السباق لرؤية أي اختراع مجدد سينجح في اختبار الوقت وإن كنت وجرمي سنتجاوزه سالمين أظن أن هذا منطقي على الورق لا أفهم لديك رؤية ملتوية عما هو منطقي ما الذي لا تفهمه؟ تمت مزلجان ومسدسات ليزر لو كانت مسدسات ليزر شعرت بقلق أقل لكن هناك مزلجان مزودين بدفع نفاث أو صاروخي هذه فكرة سيئة ينجح ذلك على الثلج وفي الفضاء كيف يعقل أن يسوق؟ لنلقي نظرة حسناً علينا تقرير إن كنا سنستخدم صاروخاً أو محركاً نفاثاً في الخلف لأن المزالج يسهل إيجادها في كل مكان التكنولوجيا في الخلف متوازنة بفعل نظام الكبح البدائي هنا أنا أحب هذا الجزء جاهز سوف أشغله شغلته وأزلت المكابح لا بأس به هذا ليس سيئاً يبدو جميلاً سوف تشارك في الاختبار ستجرب هذا أنت يا صديقي حسناً الثلج ناعم على الأقل ولكن الجليد صل أنا أحب التزحلق وقد ينجح ذلك إن وضعنا داسراً في الخلف اشترينا كمية من أجهزات الدفع المساعدة للبشر على الثلج فلنجربها على الجليد أنا قلق من أن يكون المزلجان النفثان مزودين بطاقة كبيرة لكن الجريمي قلق من أن تكون المزلقتان داسرتان مزودتين بطاقة قليلة تكمل المشكلة في كون الثقل يتركز في الخلف فقط بادئ الحركة وذراع التحكم يؤمنان توازن في الأمام صحيح إن وقعت سأبقى في الموقع نفسه مع المزلجين وإن انقلبت فقد نتباعد رجلي عن بعضهما لا تتكلم عن ذلك يجب أن يعزز التصميمان السرعة سوف نختبرهما أيضاً لكي نتحقق من حركتيهما وفعليتهما وأيضاً سلامتهما في هذه المرحلة السلامة مهمة لا سيما مع مزلجي جاد فريد مير تاريخ التزلج عمره ألاف السنين رسوم صخرية ناروجية تعود إلى خمسة ألاف عام قبل الميلاد تظهر رجلاً على مزلجين حاملاً عصر خلال الحروب النابليونية استخدمها الجنود الناروجيون لمهاجمة أعدائهم السويديين خلال الحرب العالمية الثانية الناروج والروسيا والولايات المتحدة دربت فرق التزلج على القتال خلال الحرب الباردة تخيل غارد فريد مير جواسيس يندفعون على الثلج بسرعة خارقة لجدار الصوت ولكنه لم يحدد من أين سيأتي بالطاقة لن نجب على السؤال القديم وما هو الصواريخ في مواجهة المحركات النفاثة سؤال وجيح الهدف من محرك صاروخ ومحرك نفاث هو واحد مزج الأكسجين والوقود في فسحة ضيقة لإحداث انفجار مضبوط مع قوة كافية لذافع العربة الفارق هو أن الصاروخ يحمل مخزون الأكسجين داخليا في حين يستمد المحرك النفاث الأكسجين من الخارج لذا يعمل صاروخ في فراغ الفضاء بخلاف محرك النفاث لمعرفة إن كان علينا التزويد بدفع صاروخي أو نفاث نقابل الآن خبير المتفجرات المفضلة لدينا السيد لس هذا الاختبار مذهل محركات نفاثة في مواجهة محركات صاروخية قلق الوحيد هو أن الفائز سيركب في مؤخر مزلاجي ويدفعني عبر سهل مجمد لدي محرك صاروخي دفعه باوندان وهناك ثقل باوندان مربوط إليه وسنرى إن كان سيرفعه الدفع قياس القوة قوة محرك صاروخي أو نفاث بالمقارنة مع جاذبية الأرض اطلاق فاوند من المواد يتطلب فاوندا من الدفع نرى الدفع حين نتركه بالونا منفوخا قوة الهواء تجعله يطير بالاتجاه المعاكس السؤال هو ما هي قوة الدفع التي تتطلبها مزال جومائر؟ اختبارنا الأول يبدأ بفاوندين من الدفع يطلقان في الجو أنا مسلح حسناً لم يرتفع جواً لا يبدو أن الثقل أنزله لا يمكننا كسر الجاذبية لنحافظ على الوزن نفسه والقوة الصاروخية نفسها ونمدده أفقياً لكي نرى كيف سيعمل إذن لدينا قوة الدفع نفسها والثقل نفسه صحيح لكن هذا ينطبق أكثر على اختبار التزلج الأفقي نعم حسناً هيا لنبدأ أنا مستعد للإطلاق عبر إطلاق الصاروخ أفقياً خففنا تأثيرات الجاذبية أي يمكننا تحريك شيء إلى مسافة أبعد بدفع أقل حان الوقت لرؤية إن كان بوسعنا تحريك أنشتاين نعم هذا صحيح لأن الاختبار الكبير وزنه 180 باونداً لنحاول أصبح جاهزاً يبدو كمفاعل نووي أجل يا صاحب أمل أن لا يكون كذلك كم عدد الصواريخ هنا؟ 17 صاروخاً أثبتنا أن الصواريخ تستطيع تحريك غرض ثقيل على سطح أفقي لا نعرف مدى الثقل الذي نستطيع دفعه وزني حوالي 175 باونداً أي بوزن أينشتاين تقريباً نقوم بهذا الاختبار لرؤية إن كان بوسعنا دفع أينشتاين على الثلج أشعر بأن الاختبار مع أينشتاين ستكون له تداعيات على مستقبلي على كوكب الأرض ربطنا قنبلة إلى أينشتاين هيا 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 عزيزي يا للهول يا للهول يا إلهي إنه يحترق الدخان يتصاعد منه لا يتصاعد الدخان من أينشتاين فحسب بل هو يشتعل أيضاً وهذا ليس جيداً من الواضح أن للصواريخ جانباً سلبياً مصدر الأكسجين على متنها يجعلها أكثر تطايراً من المحركات النفاثة لم تكن نية المخترع قتل أو إحراق مجرب المزلجين الصاروخيين يظهر التصميم أنه لدينا خيار استخدام المحرك النفاث أو الصاروخي رؤية هذا الحطام المحترق خلفي ليست مفاجئة أبداً سوف نبتعد عن مرحلة اختبار الصواريخ وسوف نتكلم الآن عن الطائرات النفاثة حين يتعلق الأمر بالطائرات النفاثة نلجأ إلى سلاح الجو الكندي الشهير بعد القليل من البحث والتبقيق اكتشفت أن طائرات التدريب هذه صممت في الستينيات وهي نفس المرحلة التي صمم فيها اختراعنا لذا إنها فرصة رائعة لنا للتعلم أكثر عن الطائرات العريف تريسي نيكولاس يعطينا درساً سريعاً عن دفع المحركات النفاثة إنه لا أمر جنوني كون هذا المحرك الصغير يملك طاقة كافية لدفع طائرات سنوبرد هذا المحرك يولد دفعاً قدره 2700 باوند و16500 دورة في الدقيقة هذا مبهر ولكنه أكثر مما نحتاج إليه لذا أحضرنا محرك النفاثة مصغراً يستخدم لتشغيل طائرات صغيرة إليك خطتنا تريسي أريد الانطلاق على مزلاجين عبر الثلج مع محرك النفاث في مؤخرهما صحيح اشترينا هذا المحرك في طريقنا إلى هنا إذن هذا المحرك بـ 120 يحقق 123 ألف دورة في الدقيقة سريع جداً ولكن قلق الأكبر كطيار يتمثل بحرارة البخار المنبعث تبلغ حرارته 600 درجة مئوية وهذا أمر خطير لا محالة تعمل طائرات سنوبرد في ظل درجة أكثر ارتفاعاً عندها 663 درجة هذا رائع أضع محرك سنوبرد مصغراً في مؤخر المزلاجين رائع أتريدان تشغيل أحدها؟ طبعاً إذن هيا بنا المحطة التالية مركز التشخيص حيث تخص المحركات النفاثة وتراقب عبر الكمبيوتر هقد انطلق إنها قوية نرى من هنا قوة هذه المحركات النفاثة طبعاً نظر عريف نيكولاس لمحركنا الصغير ويبدو أن الطاقة كافية لإطلاق متزلج عبر الثلج شكراً جزيلاً شكراً شكراً لكم إلى اللقاء في حين تنتج محركاتنا النفاثة الصغيرة حرارة أكثر من سنوبرد علينا استخدام محركين لنحظى بدفع كاف لحمل شخص نعرف أن هذه المحركات النفاثة خطرة كالصواريخ نريد إشعال هذا هنا لأنه سيوضع في مؤخر مزلاجي أداء هذا المحرك يثير اهتمامي حسناً أيها رافقان لنفعل ذلك هيا بمساعدة لس نشغل محركنا الصغير للمرة الأولى لنحصل على فكرة أفضل عن قوته يروق لذلك لديه دفع كبير بالكاد أستطيع حمل هذا وإن لحظت الوضع خطر هنا رغم أننا نبعد ستة أقدام لدي بعض المخاوف كمتزلج يسحب الكثير من الهواء أنا قلق من دخول الرطوبة أو الثلوج حسناً لا أعلم ما رأيك أنت؟ هذا صحيح ربما علينا رفعه عن الأرض ووضعه على مسند كما أنه يمكننا ربط مزلاجينا إليه كي لا يتبعدها مع مباشرة العمل على مزلاجي مير التجسسين حان الوقت للتركيز على النصف الآخر من مشروع الدفع البشري مزلقة مورل الداسرة السؤال هو أيهما سيبرز عند الامتحان؟ داسر أو محرك النفاذ هذا هو السؤال الذي أطرحه أن عوامات فيما يخص ابتكارين مصممين لدفعنا على الجليد والثلج بعد مشاهدة أينشتاين المسكين يتحطم ويحترق فضلنا الطاقة النفاذة على الصاروخية لتسيير مزلاجي مير رغم الخطر الواضح مات مصمم على تجربتها لكن أولا علينا التركيز على التصميم الذي سأختبره أنا كان هورس متزحلقا متعطشا للسرعة وابتكر هذه الفكرة عام 48 التزحلق كان موجودا منذ ألاف السنين لكنه كان يبحث عن سرعة أكبر مما تمنحها المزلقتان العديتان فيما يغطي ابتكاره حجم الداسر ليست هناك معلومات كثيرة عن نوع الشفرات التي أراد استخدامها التاسر هو مغزل وأمل أن تساعدنا شاحنة الاختبار المصغرة على اكتشاف أي نوع مناسب أكثر أبلغت وكالة الطيران الاتحادي عن إمكانية إقلاعها؟ خلال الاختبار الأول نستخدم داسرا مزودا بشفرتين سأبدأ بالعد جاهز؟ ثلاثة اثنان واحد هيا 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 عزيزتي تحركي رائع لبأس خمس ست ثوان هل ثلاث شفرات أفضل من شفرتين؟ نربط داسرا بثلاث شفرات لرؤية إن كان بوسعنا زيادة السرعة هل أنت جاهز؟ حسنا عند إشارتي ثلاثة حسنا اثنان واحد هيا انطلاق بطيء إقلاع بطيء عن خط الانطلاق يؤخر عن الإسراع حالما تنطلق هناك مقاومة كثيرة عند الشفرة الثالثة صحيح نظرا لفسحتها الأكبر الشفرات الثلاث تمتص الهواء وهذا رائع إن كنا نقود طائرة ونريد إقلاعا أفضل ولكنني لا أريدها أن تغادر الأرض لا سيما إن كنت أنا السائق نبحث الآن عن سرقة كبيرة مع انخفاض عدد الشفرات والمقاومة والثقل يعتمد الداسر بشفرتين علينا الآن إيجاد أفضل محرك لتسييره وجدنا محركا محتملا في المركز التجاري المحلي تبلغ قدرته 15 ألف دورة في الدقيقة نأمل أن تكون كافية نعززها هناك قف بالاتجاه المعاكس طبعا علينا معرفة إن كان المحرك الجديد يملك طاقة كافية لتشغيل داسر ابتداء من الشفرات الصغيرة أولا أشعر بالهواء من الآن ماذا ترى؟ يلا الهول هذا سريع جدا هذا جيد كيف نطفيء الداسر؟ ليس سيئا إنه جميل بالفعل نعم بالطبع تاليا سنرى أداء محركنا مع داسر الأكبر حجما وفي حال حالة الشفرة وضعنا خذات الحماية الخاصة بنا جاهز؟ هل نحن جاهزان؟ نعم لقد بدأنا مع داسر أصغر وحضينا بدوران كاف في الدقيقة بحيث شعرنا بأنه يسحبنا إلى الأمام حين أضفنا الداسر الكبير خضع المحرك الصغير لقوة السحب لكن نظرا لغزه السريع أظنه سيساعد حركتنا لكن المحرك الصغير يتقدم بصعوبة ولكننا نحظى بدوران وانسياب جيدين وجدنا محركنا علينا الاتقال إلى المرحلة التالية مع توفر العناصر الكاملة حان الوقت لجمعها الآن كيف تبلي جيريمي؟ لقد أنهيت العمل رائع قد يقطعني إربان إربان هذا أفضل من أن نحرقك هذان نعم أظن ذلك هذا يوم آخر في حياة مجددين الاختراعات صحيح هيا لنذهب هيا بنا تبقى رؤية كيف سيكون أداء الابتكارين المجددين وسواء كنت سأعود أنا وجيريمي سلمين أم لا أنت جاهز؟ أظن ذلك نعم أنت جاهز هيا ثلاثة اثنان انتهى تصنيع الابتكارين الذين صمما في منتصف القرن العشرين حان الوقت الآن لاختبارهما سوف أجرب مزلجي مير النفثين آمل أن لا يحرقني المحركان النفثان خلفه أولا سأختبر مزلقة هوريس موريل الداسرة لرؤية إن كانت بمستوى أهدافنا سوف تكون السرعة مهمة جدا بالنسبة إلي لأنني سأسرع أكثر مع الجهاز تماما ولكن ما يهمني هو الفعالية نعم إن كان الداسر ثقيلا بحيث يصعب عليك التزحلق إلى أي مكان فهو عدم النفع أنت محق لأجل السلامة طبعا السلامة إنه لأمر سيء أن يتم نقل إلى المستشفى يوميا قبل أن يربطت جيرمي الداسرة إليه عليه إجراء اختبار تحكم لدقيقتين لرؤية كم سعرة حرارية يحرق خلال تزحلق عادي المختصة بعلم الحركة أشلي موجودة هنا استعد تأهب هيا انطلق أسرع دقيقتان هيا جيرمي هيا هيا يا رجل أسلوب رائع شكل رائع لا تتحرك رجله جيدا لأنه يرتدي طبقات كثيرة لا تخفف سرعتك عليك الاندفاع بالقوة أمامك ثلاثون ثانية جيد بناء على السعرات الحرارية التي أحرقتها خلال جولة مدتها دقيقتان تكتشف أجلي كم سعرة قد أحرقوا خلال ساعة ما هي نتائج؟ 185 ضربة في الدقيقة هذا جيد تسارعت نبضات قلبك بوتيرة 185 ضربة في الدقيقة نعم نريد معرفة كم سعرة أحرقت في الساعة فهمتك فهمتك هيا بنا لينا خلال دقيقتين أحرقت حوالي 44 سعرة حرارية لكنت أحرقت 1326 سعرة حرارية خلال ساعة هذا رائع بالفعل جميل نعم وكأنك أحرقت نصف وجبة حان الوقت لتجربة المسار نفس على المزلقة الداسرة الابتكار الأصلي مزود بذراع واحدة ولكن لتأمين شروط السلامة أضفنا ذراع أخرى لن تعيق تقيينا انطلق أشعر بالقلق لأن دوران الشفارات يبلغ عشرة ألاف في الدقيقة قد يقطع إربا في نهاية اليوم أمامك عشر ثوانا هذا قد يشتاز خط النهاية هيا أسرع هل انتهيت؟ توقف أنزع هذا عني الآن علينا جس نبضات قلبك أولا حسنا فالنار جود القيب تمال أشري ميدالية لوضع أصابعها هنا نعم كان هذا متعبا ما زال يدق بسرعة 170 ضربة في الدقيقة هذا ليس سيئا انخفضت بوتيرة 15 ضربة في الدقيقة ليس سيئا أظن أنك حظيت ببعض المساعدة تكتشف أشلي مدى الدخار المزلق الداسر للطاقة مع إحراق ألف سعرات حرارية ادخرت فقط 300 سعرات حرارية خفت سرعتك لأنك كنت تجر الداسر ربما ولكن فعليته برزت قليلا نكسة كبيرة لا تذكر مسألة العملانية والسلامة لأنني شعرت كأنني سأقتلع ذراعي وكان ظهري يؤلمني كثيرا وربما لو انقلبت لنقيت إلى المستشفى ربما أنا لا أجيد القراءة ولكن يبدو أنك ترفض منحه براءة الاختراح نعم لأنه إذا خرجت بمفردك لا تستطيع فعل هذا هذا مستحيل إنه مرفوض انتهينا من تصميم وسنشارب التصميم الآخر نقوم بتعديلات أخيرة لإبقاء المحركين نفثين عاليين وخاليين من الثلج حتما هناك توتر في الأجواء أنا متوتر حيال مرحلة الاختبار التالية استخدام هذين المحركين خطر وخبراء المحركات النفاثة وسواهم قالوا إنه لا يجب أن نقوم بهذا الاختبار أبدا لكن مات يريد فعل ذلك وأمل أن يكون اختبارا ناجحا بما أن اقتراحات مير المتعلقة بالمزالج النفاثة عسكرية وتجسسية أعددنا لعبة تجسسية خاصة بنا تمت أهداف هنا سأقضي عليها بوسطة بندقية راش حسنا ثم سأنطلق إلى هنا حيث سيكون المزلجان النفاثة بانتظار للهروب حسنا سأندفع على الجليد بسرعة قصوى وسأوافع العرب المعدل للهروب هنا ستكون بانتظار في هذه النقطة سيشتاز مات جزءا من المسار معتمدا على قوته الذاتية ثم سيضع المزلجين النفتين لهروبه الأخير على الجليد فيما سيحاول القنصون إصابته ثلاثة اثنان واحد هيا لكن أولا اختبار تحكم يجريه مات معتمدا على قوته كي نستخدمه كمقارنة حين سيستخدم المزلجين النفتين كما سيطلق رجال النار عليه ثم سأستخدم مزلجي النفتين المسعفون هنا لمراقبة الوضع تم القضاء على الأهداف أكرر تم القضاء على الأهداف أقل من ست دقائق ونصف هذا صحيح؟ ليس هذا سيئا هذا محترم نعم قتلت شريرين أو ثلاثة بعد استراحة قصيرة أنا مستعد للانطلاق مجددا سأستخدم المزلجين النفتين هذه المرة لألوذ بالفرار عبر الجليد ثلاثة اثنان واحد هيا آمل أن يختصر المحركان النفتين الوقت خلال اللفة الأخيرة فيما يطلب النار على الأشرار سأجهز أنا المزلجين نفتين علي الإقرار بأن شعورا رائعا ينتابني حيال الجولة الثانية طبعا سأربط محركين نفتين عليي القدرة على ظهري لكن هذا يوم عمل صحيح؟ سأعود حتى ثلاثة لا أصدق هذا هل أنت جاهز؟ لا أعرف أنا جاهز؟ نعم أنت جاهز هيا ثلاثة اثنان واحد يخيفني ذلك حسنا هل ظننتم بأن المسعفين سيسمحون لي بربط محركين نفتين حول ظهري مات؟ في حين أن أفضل مجازف في المهنة ينتظر وراء الكواليس؟ ماذا عسي أقول؟ كون الحرارة كافية لتذويب الألومينيوم يستحسن أن يتولى محترف حقيقي الأمر سأضبط ساعة التوقيت قريبا حالما يبدأ التحرك أمل أن يتدخر وقتا ويشتاز العقبة الأخيرة حسنا سينطلق المزلجان النفثان شغله مالس هيا بنا إذن هيا حتما واجهنا صعابا في اختبار المحركين النفتين واجهنا صعوبة في إشعال كليهما وضبط دورانهما معا وبالتالي بلغت دورتهما في الدقيقة ثمانين ألفا وليست هذه سرعتنا القصوى أبدا اشتغل أحدهما من دون الآخر كان أحدهما يدفع القوة كان أينشتاين يغزل لكان هذا مصيره فجأة سلك مسارا مستقيما وتوقف قرب سيارة الفرار لن يكون على أي جاسوس خارق القلق حيال المنافسة لأن مهمتنا لم تجري كما خططنا لها لم نتكبد عناء مواصلة توقيت المرحلة بسبب انقلاب أينشتاين انظر إلى الرحلة في البداية يسرني كوني لم أجلس على المزلاج أدخلنا تغييرات هائلة إلى الابتكار الأصلي كان علينا رفع المحركين النفاثين عن الثالج نعم لألا يمتصر رطوبة هذه آلة مختلفة كليا إذن يجب علينا أن نتفق رفضت براءة الاختراع رفضت مجددا هيا بنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة